اخد بعض الاخبار عفوا المهمة اللي بتهم الرأي العام يعني حقيقة حاجات اللي انا مستغرب لها اوي 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 حاجات زور الحكام انا هنا الاخوة الاشقاء المزعين اللي استضفوهم برفع عليهم هم عملوا حاجة كويسة يعني انا مقدرش اقلوهم ابدا ابدا اي زميل اجتهد وجاب حكم برفع لي شاطر عمل شغل وشاطر لكن انا الحقيقة انا مزهول انه حكم لعب مبارح مبارح الاهلي واحد لعب مبارح الزمالك والاتنين تاني يوم يبقوا ضيوف احنا هنا ماليش علاقة بالزملاء المزعين دول شطار لكنه انا عمري ما شفت ده يعني ممكن بتكون مباراة في نهاية الموسم او 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 فماشي لكنه ده ناف وسط بطولة وعلى فكرة كلهم 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 موجودين في مباراة بكر يعني معروف موجود على الفار احمد الغندور حكم رابع حقيبة كده هتيجي تقول لي اصل دول ما تكلموش في القانون وما تكلموش بطولة مجمعة والبطولة دي كلها عبارة عن وكيفية مش عارف احتساب ايه وكيفية ايه ازاي بينزل من البيت الصبح عشان يركب عربيته او يعمل رياضته ازاي بيروح يتمرن ده حكم حكم ده ظهوره بيبقى نادر جدا 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 وفي اضيق الحدود لكن المسؤول على الحكام يا مرحبا اهلا وسهلا وارضوا وايضا يبقى بحساب هنا انا بروح لكابتن محمد فاروق رئيس اللجنة يا كابتن فاروق ازاي بعمرت ايه انت النهاردة انت حتطلي في البكرة في امين عمر وفي محمودة بالرجال وفي احمد حسام اللي ظهروا بقى في التلفزيون الغندور موجود رابع محمد معروف موجود فار محمود عشور موجود فار طب ازاي يا جماعة يعني احنا لازم ناخد بالنا شوية من الامور دي للمرة الالف المزعين الزملاء شطار لكن المسؤولين مش شطار فنرجو يعني انه ايه يعني خلاص هنعمل ايه هما ظهروا تعرف لو البطولة خلصت البطولة خلصت بكرة وانت استضافت الناس مقبول جدا ومعقول جدا لكن فقصت البطولة امر الحقيقة انا مندهش له اشد الاندهش اشد الاندهش اشد الاندهش